السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال و تمام الصحة والعافية يوم شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة بسيطة في متناوية الجميع ان شاء الله قد نحضر لكم هاد الحليوات او فطائر مهم كيجو في حشكة الفطائر الحجم ديالهم كيكون كبير شوية كيجو زوينين هاكا الوليدات يديو معهم من المدرسة او اللي نحن في الطرع لش الله كيجو رائعين مع كويس ديال اتاي او للقهوال اللي بغيتو كيجي رائع رائع بزاف ما نقدرش نوصف لكم وخا نهضر عليه حسا تشوفوا معي المقادير واكيد هطين تفهموا علاش يعني كيجو لداد انا انا افتح لكم محدة من الداخل بش شوفوا كيف جات وكيف العادة كان بغين نقول لبناتلي اول مرة عايشي هادو القناة ديالي بتنسوش انكم شوفوا المحتوى تشاركوا عندي في القناة واشارب طريقة تحضير هادو هم المكونات اللي عندي غدا نوضع اول حاجة في الاناء جوج حبات ديالبيض وغدا نضيف السكر الخاشين او السكر حبيبات غدا نضيف كاس ديالزيت مية وعشرين ميلي لتر ديالزيت عندي اسبعين جرام ديالزبدة وعندي كاس ديالليمون او ليمونة كبيرة مع صورة اليوغور الطبيعي السكر الفاني واللي ما عندوش اليوغور طبيعي ممكن اللي يعودو بكاس ديالحليب عندي قشورة الحامض او عفوا قشورة الليمون السكر الفاني القليل من الملح وخميرة الحلويات استعملت 16 جرام ديالخميرة الحلويات وكيما اشتو طريقة ساهلة وضعت كل شي مع بعضو وعندي خلطتهم وغدا نضيف في الدقيق بالتدريج يعني الطريقة ساهلة بزاف وبالنسبة للدقيق انا استعملت 750 جرام ديال الدقيق وانتو ما كيبقى على حسب النوعية الي عندكم كيما كنقول دائما يعني الطريقة راح من النوعية النوعية كيختلف وصافي خلطت هكا يعني الخليط او العجينة اللي استعملت لاحظوا معايا كتقى خفيفة غدا نزيد واحد شوية تقريبا ضفت 60 جرام ديال الدقيق وصافي ده بغدا نخلط بيدي باش نشوف القوام والعجينة راح ما كتكونش تلصق في اليدين بحكم ان فيها الزيت وفيها الزبدة وصافي من بعد الماء يعني خلطتك العجين بزيان راح غيرك نجمعه ما كيحتاج لذلك لوالو صافي ده بغدا نجيب اللاطات وغدا نرش عليهم شوية ديال الزيت اللي خاص بالفرن يعني هكس براي هذا واكيد اللي عنده الزيت العادي يستعمل الزيت العادي او للي عنده ورق الزبدة كذلك يمكن اللي يستعمله كوشي في حال في حال مهم هي الطريقة راح سهلة بساف وغير مكلفة جاتني انا اقتصادية بحكم انها كتحطوا هاد الكيمية كبيرة يعني ممكن لكم تستعملوها لوليداتكم لمدة اسبوع وكتعرفي اشنو كتوكلي حسن من ذاك شي اللي كنا اخذه من برا وكفكرة فقط يعني بالنسبة اللي بنات يعني الاضافة اللي بغيتو اضفوا لهذا العجين هذا انا قسمتو يعني القسمين نص درتو حكا قدرتو في شوية القرقاء والنصف الاخر خليتو بهذا الخليط هذا صار حبجوجهم زوينين ولكنتو اللي بغي يضف مثلا القرقاء عفوا للوز او لا زبيب او لا شوكلاة حبيبات كيبقى لكم الاختيار مهم كفكرة انا استعملت في الجزء الاخر غنستعمل القرقاء صارحة كيجي مواتي مع هاد الوصفة كيجي رائع بزاف ويلما كانوش كيياكلو ليداتكم يعني يدلو لكم انتو مغير شوية واضوقوا منو اكيد غاد يعجبكم صافي هنا استمريت يعني باش نقدم هاكا كبيرات يكونوا متساويين بحجم واحد وهذا هو العجين اللي بقى ليا بعد ما قاعد ديت يعني ديقول كبيرات فلاطة الخورى عادا ندوز دابا باش ندهنهم بالبيض خديت اسفر البيض وزيت عليه نص مع القادي الحليب وقطارات يعني قليلة هكا دي الخل وخلطهم مع بعضهم وعادا ندهن بي هاد الخبيزات او لا مهم سمو كيما بغيتو مهم هي الطريقة انها زوينة بالساف كيجو في حل شكل ديال القريشلات او لا هكا كيقولو لهم قرصو لما عش كيسمي ومهم كيجو زوين ينزاف اه صافي كيما شتورا ندهنتهم بهاد الاصفر البيض دا بغدا ندوز باش ننزيينهم بالسكر الخاشين يعني ركو كتعرفو الوليدات كيعجبوهم بحال هاد شي يعني كيعجبوهم الحاجة اللي كتكون حلوة هو كيكون فيها السكر مهم درتلي مغير هشها هكا خفيفة من الفوق كيما كتلاحظو غي شوية التزيين فقطو باش كيعطيو واحد الحلاوة يعني جردو كليدات باش هي باش ياكلوهم اه يعني لان شتو السكر يعني مدرش كمية كبيرة في العجين وصافي دباء بعد ما انتهيت غدا ندخلهم الفرن على ميتين دراجة الفوق والتحت وهدا القرقاع كيمشتور اني هرمشو في هاد الدقاق هادا بطراحة ما باش نستعمل يعني ما باش نطحنو لانا غادي تطحن لي بززر فختي تغير دك الدقاق اللي تيكون هكا دي الخشب لانا كتعرفوا القرقاع راه كيكون فخا عجيلي يعني مني كتدكيه بالزربة كيتهرس يعني ماشي بحال لوز صافي خلطو خلط دك القرقاع مزيان مع ديك العجينة وغادا نشكلو كبيرات بنفس الطريقة الاولى يعني يكونوا متساويين وهد الوصفة هادي كتجي لديدة بززاف السر فيها اكتر يعني اللدة اللي يعني لش لديدة بززاف لانا فيها دك عصير دلليمون مع القشور دي الليمون كيعطيوها واحد النكهة واحد المضاق مميز يعني رائع بززاف وانا رفيت لدرت في حال هادو لكن طريقة اخرى راه متواجين عندي في القناة يعني هادو كيساعدو في الأوقات اللي مثلا ما كتكوني عديلاته شي حاجة لليداته كل هذا كتديرهم في الشقراء عديل الزاج وتحطيهم هكا في الكوزينة وتبقي كل نهار كتعطيهم منها لاحتش هاد القريشلات هادو كيكونوا رطبين وكيصبرو يعني يمكنك تخليهم مدة أسبوع خارج تلاجة ووصفي بنفس طريقة دهنتهم حتى هما بأسفر البيض وهذا الثلاثين غدا نديلهم القرقاع من الفوق باش يعني يجي يعاطي المنظر وكيبين يشارب اللي هادا في القرقاع يعني كيجي واضح وكيما اشتوا البنات راح عطعتني كيمية لا بأسة بها يعني كتير بالنسبة لي أنا لأن كيما كتشوفو هادو راح الحجم ديالهم كبير ماشي صغارين راح مشي في حشك اللي حلوة وإنما راح كبار بحل القريشلات كيما اشتليكم وهادك القرقاع اللي راني كيما اشتوا كنت دقييتو بترتولهم الفوق وصفي كيجي دهوشكل ديالهم بعد مخرج تلاطة الاولى غدا ندخل هادو اللعبة هادي تايا الفورن وصفي هنا راني كنت خرجتهم كيجي دهوشكل ديالهم كيتنفخوا كيولي الحجم ديالهم كبير نعت أنكم فعلا جربوهم لأنهم فعلا كيستحقوا أنكم جربوهم كيجيو لدد بزاف وكيجيو خفافين لاحظوا معايا كيجيو شكل ديالهم كيبانهم شقين في حشكل ديال الحريشات ولكن هما هادو بالتقيق يعني مختلفين يعني على الحريشات وهذا كيجيو زوينين بزاف والبناتي اللي عجباتكم هادو الوصفة هادي ما تنسوش أنكم تخليوا ليه لايك هذا اللي عجباتكم طبعا لاحظوا معايا غدا نقطع لكم باش شوفهم كيفاش ديالهم من الداخل كيجيو خفافين يعني العجينة ديالهم كتبان باللي خفيفة وكيجيو طريين بزاف ماشي قاسحين نهائيا كيجيو رطبين قرنت لكم الصورة اكتر باش شوفوا معا القرب لاحظوا كيفاش كيكون من الداخل كيكون يعني اذاك تقبين وهذا القشورة الليمون كيجيو حتى هما واضحين وكيعطيوا واحد النسمة واحد المداق اللي رائع وحتى في الفرن مني كيكونوا يطيبوا كيتلقوا واحد الريحة هاكا فطار زوينا لاحظوا معايا يعني الخراع يعني ذوك اللي كنت حضرت درت لهم السكر من الفوق يعني العجينة كتكون طريية كيما وريتكم كنتضغط عليها خفيفة وحتى هما كذلك من الداخل من النسمة ديالهم والبنات كتشاهي فعلا وهنا البنات غضي يكون سالة الفيديو ديالي لعجباتكم الوصفة للبنات ما تنسوش انكم تخليوا لي لايك والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة واول مرة كيشاهدوا القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم وما تنسوش انكم تديرو حط الله خفيفة على المحتوى نتمنى انه يعجبكم وغدا نقول لكم سلام عليكم اتلقوا ان شاء الله فيديو اخر وصفات اخرى سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة